اهلا بكم مشاهدين الاعزاء في وجها لوجها نصلط الضوء فيه اليوم على دائرة ملاي عقوب في المغرب والتي اشعلت خلال الايام الماضية فتيلة حرب كلامية حامية الوطيس بين حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الاستقلال المعارض اطرفان وعلى رأسهما رئيس الحكومة عبدالالله بن كيران وزعيم حزب لاستقلال حميد شباط تبادل الاتهامات بالفساد وشراء الاصوات في هذه الدائرة الانتخابية ما يطرح التساؤل حول اهمية هذه الدائرة الانتخابية الصغيرة وهل يمكن ان يقاس عليها لتقييم اداء حكومة بن كيران وشعبيتها بعد ثلاثة اعوام قضتها في السلطة ولمناقشة هذا الموضوع ارحب في الستوديو بضيفي اولا الحسن شهبون مسؤول الاعلام والعلاقات العامة في حزب العدالة بفرنسا سيدي اهلا بك وايضا سيد خالد مفيدي عضو اللجنة المركزية في حزب الاستقلال اهلا بك شكرا الاستقلال اطرح سؤال اولا لسيد الشهبون اولا يعني عبدالله بن كيران تحدى حسن الشهبي ان يقسم انه لم يدفع اي رشاوة للحصول على هذا المقعد في هذه الدائرة الانتخابية وهو الامر الذي فعله الشعبي وبناء عليه قرر البي جي دي او حزب العدالة والتنمية لا يقدم اي طعون حول هذه الانتخابات هل قسم الشهبي هو الدافع الوحيد ام ان العدالة والتنمية ليست لديه الدلائل الكافية ليقدم طعون دعني اولا اشير الى ان محطة يعني كباشر في التقديم اولا يعني شكرا على الاستضافة فقط محطة يعني الانتخابات الجزئية في هذه الدائرة بالضبط يعني ممكن ان نكتشف منها يعني اربع نقاط اولا هي اختبار حقيقي يعني لماذا مصداقية يعني الخطاب السياسي لدى الفرقاء السياسيين وماذا انضباطهم يعني للمسار سواء يعني المسار الديمقراطي او يعني الاحترام احترام المساطر الديمقراطية والمساطر القانونية في العملية الانتخابية الاطار الثاني الذي يعني بيانته هذه المحطة وهذه المحطة وان المغرب قد تغير فالمرة الخامسة يتم اعادة الانتخابات في هذه الدائرة وهذا ليس يعني شيئا عاديا في مدة اربع سنوات حزب العدالة والتنمية قدم طعونا المحكمة الدستورية قابلت هذه الطعونا يعني هذا تغير كبير في مستوى ديمقراطي وطريق يعني يسلكه المغرب في هذا المجال وهذا لا يمكننا كحزب العدالة والتنمية الا ان نشجع النقطة الثالثة التي اشرتها مدى استمرارية منطق الفساد استمرارية منطق شراء الذمم استمرارية منطق يعني السعي للتحكم في العمل الانتخابية والنقطة الرابعة والاخيرة هي ان العدالة والتنمية وفي لخطه وفي لطريقته ومنهجه في خوض الحملات الانتخابية يعني بصفة عامة فالانتخابات في هذه الدائرة مرت كما عيدنا في حزب العدالة والتنمية كحملة انتخابية نظيفة حملة انتخابية شرفتنا كعضاء في حزب العدالة والتنمية يعني انت رغم القسم بالحسن الشعب الذي طلب به العبدالله بن كرام هذه جزئية تؤكد ان هناك فساد في دائرة مرت كم عقب هناك فساد في دائرة مرت كم عقب ما هي رغلية هناك شراء لذمام هناك يعني الآن هناك يعني استعمال استعمال للوسائل وسائل الدولة في الدعالة الانتخابية تم حج صيارة ومتلكات يعني للجماعات المحلية فقط للإشارة دائرة مولاي عقب هي مئتين مستشار جباعي فيهم واحد فقط من العدالة والتنمية والباقي كلهم من أحزاب حزب الاستقلال وحزب البام يعني فهذه الأصلة والمعاصرة الأصلة والمعاصرة إذن هذه النقطة فقط تبين بأن الأمر في هذه الدائرة هذه الدائرة ليس منطق سهل والعدالة والتنمية كذلك النقطة التي أريد أن أشير إليها العدالة والتنمية بالمقارنة مع الانتخابات التي سبقت حصل على أصواتها هذه المرة كان فرق بسيط جدا سنعود إلى تفصيل هذا الموضوع أما القسم كما أشرت إليه ففعلا حسن شبيه أشار أقسم بأنه لم يعطي ديرها من واحدا لأنه أعطى الملايين لم يعطي ديرها من واحدا أولا أنا أتأسف لهذه الكلمة لأنه رضدها حتى رئيس الحكومة وهي إهانة إلى هذه المواطنين المغاربة ولساكنة مولاي عقوب الشرفاء لأن هذه المواطنين لما يصبح رئيس الحكومة مباشرة يتيهمهم وهو في منصبه وجلالة قدر هذا المنصب بأنهم يدفعوا الرشوة فهذه إهانة للمغاربة عامة وخاصة إلى ساكنة مولاي عقوب أولا حزب العدالة والتنمية لم يفوز إلا مرة واحدة في هذه الدائرة لماذا؟ لأنه كان آنذاك تغيير وكان آنذاك في آنذاك في آنذاك كان بما أسميناه بالربيع العربي وكانوا يريدون تغيير ويريدون فجربوا هذا الحزب اللي هو حزب العدالة والتنمية فكانت المرة الوحيدة التي فز بها وأربع مرات متتالية لم يفوز والفرق لم يكن ألف أخي الكريم وإنما كان أكثر فأكثر يعني كانت تقريباً ثلاث ألاف كان من ألف وستمائة إلى ألفين إلى ثلاث ألاف هل تعني بذلك أن حزب العدالة والتنمية لم يتقبل هزيمته خلال المرات الماضية لذلك نجأ إلى تقديم طهون؟ لأن هزيمته في دائرة مولاي عقوب هي نتيجة الحقيقية لاستطلاع الرأي المغاربي فهذه المغاربة عبر ساكلة مولاي عقوب أكدوا أنهم غير راديين على حكومة عبد إله بن كيران غير راديين على الإنجازات التي حققتها الشباب المغربي غير رادي على الإنجازات لأنه عدم وظيفة للشباب عدم توفير عدد من الأمور أساسية هل يمكن أن نقيص على دائرة مولاي عقوب لتكون جواباً وطنياً لحكومة بن كيران هذا لا يعقل ألا يجب أن ننتظر انتخابات وطنية عامة حتى لكن بما أن المغرب لا يتوفر على أجهزة كافية لاستطلاع الرأي وليست هناك قوانين حاسمة في هذا الموضوع فالشعب المغربي غير عبر جزء منه فساكنة مولاي عقوب جزء من المغاربة وجزء من الشعب المغربي لعبره على السخط ديالهم الكبير على الإنجازات التي قدمتها هذه الحكومة هناك تصحيح المعطيات فالانتخابات عندي معطيات بالأرقام حزب عدل وثنمية حصل على 750 ألف صوت بفارق ألف صوت على حزب الاستقلال الفائز في هذه الدائرة وقبل ذلك الانتخابات ما قبل الماضية حصل على 3000 صوت يعني ضاعف عدد أصواته فلا يمكن النقيص حتى بمقياس الانتخابي فحزب عدل وثنمية ضاعف عدد الأصوات يعني ليس هناك تراجع ونقبل 7200 يعني هناك تضارب في المعطيات لا ليس هناك تضارب أشار إلى 750 يعني أعطى 750 ألف هناك فرق ليس 750 ألف إنما 7000 واثنين وستين صوت اللي حصل عليها حزب عدل وثنمية في هذه الجماعة مقابل 1664 صوت فهذا الفرق يعني كتهموا 3000 مغربي بأنه أعطى رشواء إذن رخصنا إذن هذا يا رمس ألا موقات شي أولا إلا كنتم أنتما لحزب الحاكم ووزارة الداخلية أنتما لي كتسيروها اليوم وكتقولوا كتتهمو المنطق يعني القديم بأن بأن ما زلنا وهذا ما يسعى إليه حزب الاستقلال لأن خلف حزب الاستقلال هناك منظومة فساد هناك منظومة فساد حزب الاستقلال ما هو إلا رأسه يعني ما هو إلا جزء من هذه المنظومة حزب العدالة والتنمية الحاكم جعل من محاربة الفساد أولى أولويات عندما وصلنا إلى الحكومة ولعود الحكومة الآن في عامها الثالث وما زلتم تقولون أن هناك فساد مستشري في البلاد يعني هذا فساد في سياسة الحكومة للأسف شديد نحن ورثنا تجربة أريسا من الثالي الحديث عن الإرث أربعين سن لا يمكن نأتي ونغير الأمور في سنتين أو ثلاث سنوات هذا لا حتى بمنطق التاريخ وبمنطق السياسة وبمنطق الاقتصاد لا يمكن تغير الأمور الأمور تتحسن وقد أشرت في النقطة الأولى من المناصب ديالهم ديوعود لديك شعب نسكيد نعم ساتي 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 ديوعود أنا ندره طرق هادي ندره أخرى في حاملات انتخابية فقد تقولوا حتى من ناحية أسميتهم الرشوة بالهيبة وأسميتهم الرشوة بالزكاة وأسميتهم الرشوة بالزكاة وهذا ما قاله حميد شباط على فضلكات أمس عندما استضفناه في النشرة المغاربية لو كان هناك آخر واحدة أسمع له هو شباط فشباط قبل سنة أشار إلى أن عبدالله بن كيران رئيس الحكومة صاحب جلالة الملكة محمد السادس هو مع الموصد وهو مع داعش وهو كذا إذن بنسبة لي شباط لا يعتد لا يعتد بكلامه لأن كلامه كلاما سافيا حتى بالمستوى النخبة السياسية وقال من زماني ليس بيعيد أن بن كيران مسخوط عائلة وهذا كلام يؤقل يا سيدي خريب هذا هذا معلني الكلام كنقوله بأن عائلته سيد عامل العام كيقول بأن العائلة اللي كنزل منها سيد رئيس الحكومة فهي عائلة طيبة وأشخاص مزيانين وأفضل قائلنا ولكن في كل عائلة يقول لها خارج الطريق فبالنسبة لجوء إلى الخب أو شف يعني أليس هذا خارج عن النطاق سياسة سأرجع معك ألغيت ألغيت نتائج أربع مرات خمس مرات في دائرة ملي عقوب فقط حتى نكون يعني يعني على علم بما يقع أربع مرات السبب هو مسألة السبب والشاتب وما زال يعني ما زال شباط لم يتطعز لأنه هو سفير خطاب ديالو خطاب سافي لا يلق حتى مستوى النخبة السياسية يعني المغربية وللأسف شديد أنا أتأسف على حزب الاستقلال حزب العدالة والتنمية اليوم يتأسف على حزب الاستقلال لأن على رؤوسه من رؤوسه ناس ونسخبة من شباط ماذا عن بن كيران الذي أيضا عفوا نقطة نظام نقطة نظام ضيفية الكلمين فقط حتى يعني حتى أريد فقط التعقيب على السفاهة من قبل شباط بن كيران أيضا انتهم شباط بأنه مافيوزو ينتمي إلى المافيا يعني هذا شهر حينما يتم الشراء الدمم حينما يتم ما نستهيه بالبلطجة السياسية يعني تخويف الناس ضرب الناس والتعنيفهم ماذا يمكن أن نسمي هذا هذا لا يقع إلا في التحقي وأننا في علم زهلية دون أن نتحدث عن تحدث قبل قليل مزيان تحدث قبل قليل عن وزير جهيز وزير جهيز السيد عبد العزيز رباح هو الذي أدخل إلى خزينة الدولة 23 23 مليون درهم في حين كان يعني غلب من وزير جهيز في حكومة عباس الفاسي كان يعني يعني فوت يعني صفقات لكرا مقارب مطار محمد الخامس نفس مطار سبع ملايين درائع نستمع للرأي والرأي الآخر نستمع للرأي والرأي المعاكمة سيد أشهر الحق رد سيد خالد مفيد تفاضل أولا أظن أن الأخ ليست له معلومات كافية في هذا الموضوع لأن سيد غلاب الوقت الذي كان فيه ليس هو هذا الوقت والوقت هو من جهز العمل لهذا الوزير الحالي يعني فهذا الوزير ينتيم فقط العمل التي قمنا بها نحن في حيز الاستقلال تانيا سؤال حقيقي وهو ماذا وضعتم للشعب المغربي شنو نرتيب لهذا الشعب المغربي أين هي وعودكم اللي وضعتم بها الشعب المغربي الشعب المغربي هو الأول اللي ساخت على حزب العدالة وتنمية هل تمكن أن هناك تدمر سيد الحسن أشهر لا لا ليس لك تدمر يعني آخر استطاعات اللي الرأي ممكن أن ترجع إليها منشورة في الصحف الوطنية هناك ما زال شعب يد بن كيران هل يمكن أن نثقة بهذه الاستطلاعات نعم يمكن أن نثقة بها لأن أصلا من قام بها ليس حزب العدالة وتنمية حتى من دائرة ربما نقول لو أسمح يعني أن نقول حتى خارج دائرة المتعاطفين والقريبين من منهج وفكرة العدالة وتنمية إذن هذه يعني استطلاعات الرأي حقيقية تبين تبين أن العدالة وتنمية ما زال ما زال يعني ما زالت عنده شعبية وأقول يعني كما قال السيد بي كيران وكما قلت يعني نقوله دائما لأن لا يهمنا أن نقول في الحكومة لا يهمنا وأن يكون الوطن وطن صالحا أن نتقدم أن يستفيد الوطن لا يهم أن نبقى نحن لا نسنم المتمسكين يعني بمقاعد وهذا فرقنا وهذا ما نقول لفواقنا سيد سيد بن كيران نجح في توحيد صفوف النقابات لمرة الأولى يعني في حدث تاريخي النقابات خرجت ضده في الشارع لتنتقد إجراءاته الحكومية كيف تصف هذا الأمر سأقول لك أن إجراءات يعني حكومة عبدالإله بن كيران هي التي الآن يعني اعتمدت توظيف عبر المباراة المباراة وأزالت يعني التوظيف بالزبونية والمحسوبية التي يعني وردنا في العهد السابقة هي التي الآن اعتبرت يعني التعيين في المناصب مراضفا للكفاءة وليس كذلك للموالات الحزبية وغير ذلك هي التي أطلقت في شخص عبدالعزيز رباح الذي سمح الأخ الكريم بأن ينقص من ما قام به هي التي أطلقت الآن أكبر السفقات العمومية في إطار الشفافية في إطار وضوح هي التي ألغت العديد من العفاءات الضريبية التي كانت تمنح لبعض الشركاء لحصول على ماء لزماء بالماء الحرم هي التي تم توقيف يعني إعطاء لجريمات رخص يعني سواء للحافلات سواء لسيارة الأجر للمقربين هي التي يعني عاقبت العديد الآن من دوبين ويعني في الحكومة وآخرها الوزير الذي يعني تم يعفاؤه هي التي أحالت ملف 18 قاضيا إلى المحاكم هي التي عزلت 18 قاضي هي التي كذلك أحالت العادد من الملفات التي وردت في إطار تقرير المجلس تحدثت حتى لا نبخي سيعني هذه الحكومة للأسف شديد حزب الاستقلال أو منظومة الفساد بصفة عامة تريد أن ترجع إلينا إلى ما قبل 2011 ولكن هذا ليس ممكن وكما أشرت حينما تقبل محكمة دستورية طعون حزب العدل ويتم إعادة بالنسبة إلى هذا مؤشر حقيقي على أن المغرب قطع مع ما قبل ما حدث في 2018 تتكلمت بما في التفاية والكلمة لسيد خالد مفيد هل فعلا الحزب الاستقلال يسعى إلى تبخيص هذه الإنجازات التي قامت بها حكومة بن كيران ليس هذا الأخت الكريمة وإذا ما حزب الاستقلال من طبيعة الحال أنه مع الشعب المغربي وحزب الاستقلال كان دائما مع الشعب المغربي ودائما لصالح جميع الفئات الشعب المغربي سواء الفئات الفقيرة أو الفئات الشباب أو فئات المرأة سيد من كيران قال إله سيدخل الفقابات القادمة وهو نائم لأنه متأكد من شعبيته ومن إنجازاته لأنه نائم لأنه لم يعمل شيء زيادة في الأسعار يعني أنه مطمئن هذا ما يقصده ربما نائم لأنه لم يفوز لن يفوز لن يفوز هذا هو لأنه مهما عمل ومهما نتيجة بائنة وهذه الانتخابات موليعقوم كانت باستفتاء للمغاربة لنتيجة لعبروها الشعب المغربي من خلال سكنة موليعقوم أن حزب العدالة والتنمية لم يفي بوعوده لم يفي بما وعد به الشعب المغربي وأنه حصل ما هو البديل الذي تقترحونه في الاستقلال المعارضة ليس لها بديل يعني كيف ليس لها بديل المعارضة ليس لها بديل دعوه يستعرض علينا البديل البديل هو هو حزب الاستقلال وهي الحزاب العريقة اللي هتعرف تحكم في أمور في أمور المغربية لأن المغرب له خاصياته حزب للأسف شديد حزب عدالة وكتنمية ليست خبرة في سئر بلاد وهذا ما نلاحظه ما أسمع لوعية هذا الخطار طيب من خبرة والتجربة تأتي بالممارسة يعني أليس من المهم أن نترك له فرصة حتى يمارس السلطة ويستمد الخبرة من هذه الممارسة كنا كنا له الفرصة ورأينا في فيضانات اللي كانت في جنوب المغرب كيف تصرفوا معها هذا إرت وكيف كانت ووزارة جهيز ووزارة جهيز منذ الاستقلال هذا نقطة مهمة الفيضانات كانت كارثة بالنسبة للمغرب ووزارة جهيز كانت في يد حزب الاستقلال منذ الاستقلال وهذا بالنسبة إلي هذا المعطى يعني ينبغي ينبغي الوقوف عندها النقطة الثانية حينما أسمع حينما أسمع خطاب يعني السيد مفيد في إطار تحكم في إطار وجوع إلى الوراء أقول وأعيدها المغرب لن يرجع إلى ما قبل 2011 انتهى زمن معرفة نتائج الانتخابات قبل انتهاء الانتخابات هذا الزمن انتهى الآن هناك إرادة لن يصبح عدونه أخواجيا في أهرى في أهرى هارل السلطة في المغرب في أن تبقى انتخابات العدلة والتنية تسعى إلى أخوانات أو مصرنة المغرب يعني هذه الأمور كاملة وبالرغم من هذا تهم خطير هذا أخوانات المغرب لأن المغرب اليوم أصبحوا وعين بما يفعلونه ولن تؤثرون عنهم كونوا هنيين بأنكم تروش على المغرب بهذه الطريقة وبهذه المغاربة 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 تفاعلوا تفاعلوا مع يعني حزب العدلة والتنية في دائرة ملعق وفا غيرها الآن وفي هذا المنبر يعني أستغل تواجدي أستغل تواجدي في هذا المنبر لأحيي شبيبة العدلة والتنية التي الآن تقوم عبر موزة عبر التراب الوطني لحت الشباب لحت الشعب المغرب على التشجيل في الانتخابات لأن بالنسبة إلينا نهاية الفساد ليس عبر الترسنة القانونية هناك قوانين هناك قرارات عبر عفل الله هذه سياسة نهاية الفساد هي أيضا تقافة هي تقافة يشترك فيها المواطن يشترك فيها الشعب يشترك فيها المجتمع المدني يشترك فيها الأحزاب للأسف الشديد الأحزاب في المعارضة كما قلت هي الآن تشكل منظومة فساد من داخلها وإلا سأطرح الزميل يعني كيف وصل شباط إلى رئاسة حزب ربما نهيب عليه في حلقة لاحقة على قناة فرانس فانكات للأسف الوقت يداهم وللأسف الوقت يداهم موضوع النقاش شيق جدا أشكركم ضيفي الكريمين على حضوركم في استوديو فرانس فانكات للمشاركة في هذا النقاش أشكر أولا سيد خالد موفيدي عضو اللجنة المركزية في حزب الاستقلال هنا بفرنسا وسيد حسن أشهبون مسؤول الأعلام والعلاقات العامة في حزب العدالة والتنمجة في فرنسا